مرحبا بكم نلتقي اليوم مع درس جديد من دروس اللغة العربية ومع مكون التواصل الشفهي المجال الرابع الفلاحة والصناعة والتجارة الموضوع السيارة الطائرة بداية لاحظوا هذه الصورة كيف تبدو السيارة؟ ما علاقة العنوان بالصورة؟ ما توقعتكم للنص؟ إذن سجلوا توقعتكم ولنستمع جيدا إلى النص السيارة الطائرة قد يصبح الحلم حقيقة ونتخلص من الاختناقات المرورية أليس هذا رائعا أن تحزم حقائبك وتصطحب أصدقائك وتطير بهم إلى أي مكان تريد بهم؟ سيارتك الطائرة؟ ليس مثيرا أن تحول سيارتك إلى طائرة لتتخلص من الإزدحام المروري هذه الفكرة التي كانت حلما راود العقل البشرية منذ عام 1918 ميلادية أصبحت الآن حقيقة عندما أعلنت عدة شركات متخصصة نجاحها في تنفيذ هذه الفكرة حيث يتوقعون تحقيق هذا الحلم للراغبين فيه وبذلك قد تسهم السيارة الطائرة في التخفيف من حدة الاختناقات على الطريق والتقليل من حوادث السير المميتة فضلا عن التنقل السريع والمريح وفعلا صنعت بعض السيارات الطائرة غير أن هناك جهود حثيثة تجرى لترى السيارة الطائرة النور وقد تم إنتاج وتطوير نماذج من هذا الطراز لكنها لم تحقق النجاح التجاري وبالفعل استطاعت هذه السيارات ذات العجلات القابلة للإنثناء والمزودة بمحركين أن تقلع وتهبط في مساحات صغيرة ويتم التحكم فيها بواسطة حواسيب ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية ويمكن أن تصل السرعة إلى 600 كم في الساعة زودت هذه الطائرة بمظلة وأكياس هوائية لتخفيف وطأة الاصطدام في حالة حدوث طارئ ما كما يمكنها حمل أربعة ركاب والتحليق على ارتفاع يصل إلى أربعة آلاف قدم لكن ما يعيبها تكلفتها الباهظة وسعرها المرتفع وإن كانت تعتمد الوقود النظيف والطاقة البديلة ويسهل ركنها داخل مرأب المنزل الآن بعد الاستماع إلى النص أجيب عن الأسئلة التالية ما الحلم الذي يتحدث عنه الكاتب في النص؟ نعم الحلم الذي يتحدث عنه الكاتب في النص هو السفر عبر السيارة الطائرة هل أصبح هذا الحلم حقيقة؟ نعم لقد أصبح هذا الحلم حقيقة عندما تمكنت عدة شركات متخصصة من نجاحها في تنفيذ هذه الفكرة ما الفوائد التي يمكنها أن تقدمها السيارة الطائرة؟ نعم يمكن للسيارة الطائرة أن تسهم في التخفيف من حدة الاختناقات على الطريق والتقليل من حوادث السير المميتة والتنقل السريع والمريح ما هي مواصفات السيارة الطائرة؟ نعم للسيارة الطائرة عجلات قابلة للإنثناء مزودة بمحركين يمكنها أن تقلع وتهبط في مساحات صغيرة يتم التحكم فيها بواسطة حواسيب ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية سرعتها تصل إلى ستمائة كيلومتر في الساعة مزودة بمظلة وأكياس هوائية لتخفيف وطأة الاستضام في حالة حدوث طارئ ما يمكنها حمل أربعة ركاب التحليق على ارتفاع يصل إلى أربعة آلاف قدم تعتمد الوقود النظيف والطاقة البديلة يسهل ركنها داخل مرأب المنزل هل للسيارة الطائرة عيوب؟ أجل ما يعيبها تكلفتها الباهضة وسعرها المرتفع وكاستثمار للنص أولاً ألخص النص شفاهية ثانياً أعبر باستعمال الأسلوب أليس هذا رائعاً؟ نقط ثالثاً أتوسع في موضوع عيوب السيارة الطائرة وأتحدث عنها في شكل حوار مع صديقي أو صديقتي إذن بناتي أبنائي هذا كل ما يخص موضوع درسي اليوم حول السيارة الطائرة شكراً لكم على حسن الاستماع والمتابعة